كان فيه اهتمام بتحفيز اللاعبين لعبي المنتخب الأولمبي تحديدا قبل المواجهة المهمة والمرتقبة غدا الجولة التانية أمام منتخب غانا في طبعا البطولة الأفريقية المقامة في مصر تحت 23 سنة أجرى الكابتن سيد عبد الحفيز مدير الكرة اتصال هاتفي بالفريق الأول فيه وطبعا بعدد من نجومنا ولعبينا لعبي ونجوم النادي الأهلي الثلاثي المنضم إلى المنتخب الأولمبي رمضان صبحي وصلاح محسن وعمار حمدي والمتواجدين مع معسكر منتخبنا الوطني الأولمبي لتحفزهم وتشجعهم قبل المواجهة المهمة جدا بعد الفوز في الجولة الأولى ومبارات الافتتاح أمام منتخب مالي الجولة التانية مهمة جدا وممكن إن شاء الله في حالة ما كنا موفقين والفوز بهذه المباراة أمام منتخب غانا وهو بالتأكيد منافس قوي جدا في هذه المرحلة العمرية وفي مسابقات النشئين والشباب لكن منتخبنا قادر بإذن الله والجهاز الفني قادر للمباراة بين الجماهير المصرية وعلى الملاعب المصرية وعلى أرض مصر إن شاء الله تكون مباراة الحسن ومن خلالها لو وفقنا بإذن الله في الفوز على منتخب غانا ده بيدينا طبعا الأفضلية وبيسحل مهمة الوصول والتأهل للأولمبيات هذه المباراة المرتقبة تقام غدا الأثنين في الجولة التانية من منافسات كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة والبطولة بتستمر حتى 22 من الشهر الجاري وانتخبنا الأولمبي مرة تانية بنقول لحضراتكم كان طبعا وفق في الفوز على نظيره المالي بهدف نظيف في المباراة الأولى والترقب طبعا وتبقى المباراة التانية مباراة بالغة الأهمية في هذه المجموعة أمام المنتخب الغاني أيضا فيه اهتمام من المسؤولين عن الرياضة المصرية وكرة القدم بشكل عام سواء في وزارة شباب والرياضة أو في الاتحاد المصر للكرة القدم بدعم المنتخب الأولمبي وتشجيعه وزيارة معسكر الفريق وتدريباته واستعداداته الدكتور أشرف صبح وزير الشباب والرياضة وعمر الجنيني رئيس اتحاد الكرة وأحمد عبدالله عضو الاتحاد والمشرف على المنتخب الأولمبي وأحمد الشيخ رئيس الإدارة المركزية في وزارة الشباب قدامنا صور من هذا اللقاء الذي تم مع بعثة منتخبنا الأولمبي والحديث عن أهمية هذه البطولة وأهمية إن شاء الله التركيز على الفوز فيها في جميع المباريات والمنافسات والتأهل لأولمبياد توكيو بإذن الله كان فيه طبعا اهتمام من الدولة ممثلة في وزير الشباب والرياضة على مؤذرة اللاعبين ودعمهم معنويا والتأكيد على اهتمام الدولة بجهود اللاعبين وتركزهم ومطالبتهم ببذل أقصى جهد وتقديم أفضل أداء طبعا بالإضافة إلى شغل الجهاز الفني اللي هيكون مؤثر جدا في اللقاءات القادمة إن شاء الله إذا ما وفق فيه اختيار طريقة اللعب المناسبة لكل مباراة واللي بتجعل عندنا إن شاء الله الأفضلية في حالة التوفيق على الفرق وطرق اللعب المختلفة اللي بنواجهها مع المنافسين مع منتخب مصر الأولمبي في هذه البطولة الشد من أذر اللاعبين كان هو الهدف من هذا اللقاء والتركيز على الفوز إن شاء الله ومطالبة اللاعبين ببذل أقصى جهد والفوز في هذا اللقاء في الجولة الثانية أمام منتخب غانا وأيضا بإذن الله تبقى المباريات كلها مهمة وخلينا نتكلم عن المباريات كل مباراة بشكل منفصل ونركز خطوة خطوة على اللقاءات اللي هتوصلنا بإذن الله في حالة التركيز وتحقيق الأداء والأداء بالشكل المطلوب والمتوقع إن شاء الله وإنعكاسه على النتائج بشكل إيجابي والفوز في المباريات مما يمكن أن يؤهلنا إلى دورة الألعاب الأولمبية في توكيو أثناء الوزير على أداء اللاعبين والجهد المبدول وشغل الجهاز الفني وجهوده من أجل تقديم أفضل أداء وأفضل نتائج والتركيز طلبهم بالتركيز على مباراة غانا القادمة وتحدث ناصر ماهر نيابة عن اللاعبين إن الجميع داخل المعسكر مركزين على هدف واحد فقط ولا بديل لديهم إلا أو عن الفوز والتأهل للأولمبياد وإن اللاعبين في أفضل حالاتهم النفسية وفي مستوى عالي جدا من التركيز وفي حالة معنوية إيجابية جدا وإنهم كلهم تعاهدوا مع بعض مجموعة اللاعبين طبعا بعيدا عن كل المحاضرات وكل التوجهات الخاصة بالجهاز الفني وكل المطالبات من الجمهير المصرية بشكل عام ومن المسؤولين عن الرياضة بشكل خاص بتحقيق النتائج المتوقعة والمرضية والإيجابية بإذن الله إن اللاعبين على مستوى مجموعة اللاعبين فقط هم تعاهدوا على التركيز وتقديم أفضل ما لديهم وبذل أقصى جهد في هذه المباراة كان يوم الجمعة الماضي الفوز المباراة انتهت بفوز منتخبنا على منتخب مالي بهدف نظيف أحرازه مصطفى محمد في المواجهة اللي جاءت في افتتاح البطولة في أمم أفريقيا أو افتتاح بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة والمقامة على أرض مصر بينما تعادل منتخب الكاميرون وغانا واحد واحد وهذه النتائج وضعت منتخب مصر في صدارة المجموعة ثم جاء في المركز الثاني بالتساوي منتخب غانا والكاميرون وفي المركز الرابع بلا رصيد من النقاط بعد الهزيمة أمام المنتخب المصري منتخب مالي في المركز الرابع والأخير الفوز على غانا زي ما قلنا لحضراتكم بيعطي أو بيمنح منتخبنا دفعة وفرصة ثمينة للتأهل رسميا دون انتظار مباراة الفرق الأخرى أو انتظار مباراة الجولة التالتة أمام الكاميرون والمقرر لها إن شاء الله الخميس المقبل بيتكلم عن هذه البطولة أيضا وعن أداء منتخبنا وعن الأهداف المطلوبة اللي بيطالب بها الجهاز الفني لاعبي كابتن شوقي غريب المدير الفني ويوجه نداء الجماهير المصرية ويقول احضروا ومش هنغذلكم كابتن شوقي غريب يتعاهد في حالة الحضور الجماهيري للمباريات بدءا من مباراة غانا القادمة وإنه فيه لو كان فيه إن شاء الله التفاف الجماهيري ضخم وكافي حول اللاعبين إنه الجهاز الفني واللاعبين هيكونوا على مستوى هذه الثقة الجماهيرية وثقة الرأي العام الرياضي المصري في قدراتهم وإمكاناتهم وإنه مش هيغذلوا الجميع أو الرأي العام والجماهير اللي هتأتي لمؤذرة ودعي في الملعب بيقول لن يكون أداءنا محبط أو لن نخذل من سيحضر إلى المباريات والاستادات لمتابعة منتخبنا وتشجيعه وسنكون أفضل من النتائج اللي قدمت عن طريق منتخبنا الأول في كأس الأمم الأفريقية الماضية والتي لم تكن مرضية أو كانت بالفعل محبطة للرأي العام الرياضي وللجماهير المصرية قال الكابتن شوقي غريب تحديدا وطالب الجماهير بالحضور مقدما لهم وعدا بعدم خذلانهم مثل ما حدث في بطولة أمم أفريقيا طبعا كان في تحية خاصة جدا للنجم أيضا الكاميروني الشهير ريجو بارت سونج قائد المنتخب الكاميروني سابقا والمدير الفني حاليا للمنتخب الأوليمبي في الكاميرون تكلم عنه في نهاية هذا اللقاء الكابتن شوقي غريب ووجه التحية له بعد انتهاء أو في نهاية هذا المؤتمر الصحفي وتمنى له التوفيق في مهمته كمدير فني للمنتخب الكاميروني الأوليمبي أيضا الكابتن سيد عبد الحفيز بنفس السيناريو اللي حصل مع منتخبنا الأوليمبي بيطمئن على نجوم منتخبنا المنضمين للمنتخب الوطني أو نجوم نادي الأهلي المنضمين للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم ترجمة نانسي قنقر